الحلقة القبل الأخيرة الثلاثة وعشرين من الدليل العلمي لآيليات التفكير النقدي في كتاب ذهنك المخادع وهذا الفصل الثالث والعشرون وعبارة عن الخبراء والإجماع العلمي يعني ما هو الفرق بين الخبراء والإجماع العلمي يبدأ نوفلة هذا الفصل بقوله من المضحك أن أقوم في هذا الكورس وبالأخص في هذه المحاضرة بتحذيرك من الثقة بأي كان حتى لو كان هذا الشخص هو أنا أو على الأقل لأنبهك بأن لا تثق لا بي ولا بغيري ثقة عميان كما ذكرنا في الحلقات الماضية من هذه السلسلة من ذهنك المخادع الغاية من هذا الكورس هو أن يجعلك تفكر أي أن تفكر بالتفكير نفسه بالآراء العلمية المطروحة على الساحة وكيفية تكوين رأيك الشخصي بها بحيث لا يكون هذا الرأي وبصورة منفردة سلطة مطلقة على قراراتك أو أن يكون هو مرجعك الوحيد لأي موضوع معقد فبالإضافة إلى ما تطرقنا إليه في المحاضرة السابقة لمساوة الالتماس بالسلطة أياً كانت هذه السلطة فهذا الالتماس هو أيضاً لا تنسى أنه مغالطة منطقية وأسلوب غير ناجح عند تقديم الأدلة والحجج على صحة رأيك فآراء الأفراد العلمية تختلف بعض الناس لديهم خبرات شرعية وآراءهم يجب أن تأخذ مأخذ الجد أكثر من الشخص العادي الذي ليس له فكرة عن الموضوع لكن تعدد مستويات الخبر لدى هؤلاء هو بذاته موضوع معقد وشائد ولذا فالسلطة الفعلية وبصورة عامة من الأفضل أن تكون للإجماع بالرأي بين الخبراء بموضوعنا وليس بالاعتماد على رأي خبير معين أو خبير بعينه دعونا نتعمق قليلا لنكتشف ماذا يعني أن تكون خبير من ناحية وما هي طبيعة الإجماع العلمي على مسألة علمية بعينها فنحن نعتمد على الخبراء طوال الوقت كل مرة تزور الطبيب أو المحامي أو المحاسب أو حتى مزين الشعر الكوفيرة فأنت تدعن للخبرة الملموسة لهذا الحرفي نحن كحضارات لا يمكن أن نستمر بالعمل بدون دوي الخبرة تصور لو كنت أنت المسؤول الوحيد لكل ناحية من نواحي حياتك من صيانة سيارتك إلى تشخيص وعلاج أمراضك إلى مراجعة عقودك ماذا عن برمجة برامجك الخاصة على الكمبيوتر أو تصميم الدوائر الكهربية في منزلك وصيانتها وأشياء أخرى كثيرة من التي غالبا ما نأخذها كرقائيات مفروغ منها وحتى لو كان باستطاعتك عمل الكثير من هذه الأشياء فلا يمكن أبدا لشخص واحد أن يكون خبير في كل شيء وعلي فمن المنطقي أن نضع للخبرات والاختصاصات وللأشخاص الذين يقضون حياتهم لإيجادة حرفة معينة أو بمجال واحد من المعرفة فعلى الرغم من أهمية فهمنا للأساسيات المعرفية بمختلف المجالات في الحياة لكننا نجد صعوبة في تشكيل رأينا الخاص لموضوع معقد وسنحتاج للخبير فكيف باستطاعتنا أن نحكم إن كان شخص ما هو خبير حقيقي أو أنه ربما يمثل الدور هذا الأمر ليس سهلا وذلك لأنك تحتاج أن تكون أنت خبير لتعرف إن كان الشخص الذي أمامك هو خبير حقيقي أم لا لكن مع ذلك يوجد بعض الأمور التي ممكن أن تلجأ إليها لكي تحكم على الخبرة الحقيقية للشخص فعلى سبيل المثال هل هذا الشخص لديه يعني تفكر هل لديه شهادة أو إجازة للقيام بهذه الحرفة وهل لديه الشهادات بأنه يقوم بالنشاطات اللازمة لصيانة خبرته يعني المهندس والمحامي والدكتور مثلاً بالولايات المتحدة عليه أن يشتاس سنوياً كرسات في مجاله للحفاظ على إجازة ممارسته للعمل وهل المراجعات التي قدمها للأوراق العلمية أو الانتقادات التي يقدمها مثلاً نابعة من صميم حرفته أم هي بالكاد تلمس هذه الحرفة يعني مثلاً إياد القنيبي مثلاً ومحاولاته لدحف نظرية التطور هذا عندنا مثال مثلاً ممكن ندرسه بعدين وأخيراً هل كل ما يقوله منطقي أو يتماشى مع تحليلات نقدية منطقية فإن لم يبدو لك ذلك منطقياً أو ما يقدمه منطقياً فالأفضل هو أن تتركه وتحاول أخذ رأي أو استشارة من جهة أخرى أو تأخذ استشارة ثانية لكن الأمر يزداد صعوبة عندما تكون الحرفة بذاتها موضع شك في مدى فعالية نشاطاتها فالكثير من الحرف تتأسس وتكتسب الشرعية وحتى الإجازة بالقيام بأنشطتها دون أن يكون لها الشرعية العلمية التي هي من المفروض أن تكون مستندة عليها مثال على بعض هذه الحرف هو حرفة الزاعمين بأنهم يمتلكون العلم بالأمور الغيبية والمنجمين فغالباً ما يكون لهؤلاء منظماتهم ومؤسساتهم الخاصة وأحياناً حتى أعلامهم الخاصة وفي بعض من الولايات بأمريكا لديهم حتى الإجازة للقيام بنشاطاتهم وإجازاتهم تكون عادة موثقة من الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تشترط معايير مهنية معينة وتستلم رسوم بهذه الرخص وهذه مشكلة وذلك لأن العامة ينظرون إلى هذه الإجازة أو الشهادة لأنها تعكس الحجم المعرفي والشرعية لهذه الحرفة وأن هذه الإجازة هي إقرار بأنها مقبولة بالوسط العلمي مع أنها ليست كذلك دائماً وهناك فرق بين أن يكون للحرفة بصداقية أو شرعية خارجية أو أن يكون لها فقط شرعية داخلية الشرعية الداخلية هي من أمور مثل إجازة تعطى للمؤسسة عند التقيد بالقوانين التأسيسية من مثل ملء الأوراق الرسمية المناسبة وغيرها لكن الشرعية أو المصداقية الخارجية فهذه تكون عندما يتم اختبار النظام المعرفي لهذه الحرفة بالواقع لمعرفة مدى فعاليته الحقيقية أي أن الحرفة يوجد بها ميكانيكية للتصحيح الذاتي والشفافية أي يطبق عليها نهج العمليات العلمية التي تطرقنا إليها بالمحاضرات السابقة وممكن أن تقدم خدماتها بأي زمن ومكان ليعطي نفس النتيجة وبدون هذا المنهج المطبق بالعمليات العلمية لعمل التقييم الحقيقي لأي حرفة أو النظام المعرفي فلن يكون له مصداقية خارجية بعض الحرف من مثل الكايروبراكتك على سبيل المثال موقعها بالمجال العلمي يتميز بالضبابية وبعض نشاطات هذه الحرفة من مثل تدليك الجزء السفلي مثلاً لعلاج ألام حادة بالظهر من قبل الكايروبراكتك يدعمه بعض الأدلة العلمية الإكليديكية التي تقر بفعالية تدليك الظهر للعلاج من ألم شديد على شر أن لا يكون مصاحب بأي شد عصبي لكن معظم النشاطات الأخرى التي يقوم بها الكايروبراكتك لا توجد أي أدلة علمية على فعاليتها بل هي بمجملها في الواقع تناقض ما يقدمه الطب الحديث أي أنه لا يوجد لهذه المهنة مصداقية في خارج مجتمعات العلاج بالكايروبراكتك ولا يوجد بها نماذج علاجية عالمية مبنية على أسس علمية يمكن تطبيقها بأي مكان وزمان لتحصل على نفس النتائج ومع ذلك تجد هذا العلاج المشكوك بأمره لا زال مستمرا بالبقاء ومنتشر وخصوصا بالولايات المتحدة فهذه الولايات بها العديد من المواقع لممارسة هذه المهنة التي تطورت حتى لها فلسفة مهنية خاصة بها تحت مضلة الكايروبراكتك فصارت حرفة تطلب الإجازة الرسمية لممارستها وصار هناك أيضا جهات تصدر هذه الإجازة وخلاصة الأمر أنه لا يوجد تأكيد أو أي أدلة علمية على فعالية هذه الحرفة في العلاج ولا يوجد أي اختبار واضح كوضوح اختبار ورقة عباد الشمس لتموس تيست مثلا على صلاحيته توجد بعض المؤشرات الضبابية لكن لا شيء مؤكد ولذا فإن حاول أحدهم أن يقنعنا باللجوء لهذا العلاج فليس أمامنا أي بديل إلا أن نشق به ونضعه تحت المجر للتحليل النقدي وشخصيا أنا شخصيا هناك الكثيرين من الأصدقاء الذين دائما يحاولون إقناعي باللجوء إليهم إلى الكايروبراكتك عندما أشكي من علة ما وصعب جدا أن أردهم بلطف دون أن أبدوا متعجرفة برأيي وهذا الأمر سيأخذنا لموضوع أحمية الإجماع العلمي في معرفة أي من التحليلات العلمية نأخذ بها وأي منها نرمي لكن قبل الدخول بهذا الموضوع لنتكلم عن موضوع الخبرة بتعمق أكثر هناك خطأ شائع بين البشر وهو أنهم يتوقعون من شخص خبير في حرفة واحدة أن يكون خبيرا في كل شيء يعاملونهم وكأنهم يملكون الخبرات العامة في كل مجال بل أحيانا يرتكب الخبير هذا الخطأ بنفسه عندما ينحرف عن مساره العلمي الحقيقي ويفتي فيما لا يفقه في أحد المحاضرات السابقة تحدثنا عن لورد كيلفن ذاك العالم الشهير والخبير الشرعي في علوم الفيزياء وبالأخص في علم الثرمو دايناميكس أو الديناميكية الحرارية فهذا العالم وفي نهايات مشواره المهني كان قد أصبح أحد أكبر العلماء البارزين في العالم لكن مع ذلك فخبرته تلك لا تعطيه الصلاحية ليفتي في مجالات أخرى بعيدة عن مجاله العلمي مجال من مثل علم الجيولوجيا والأحياء مثلا عندما ضربه مع عرض الحائط بإنكار نظرية التطور مثلا ولا لكي يدعي بأن محاولات اختراع الطائرة التي كانت في بداياتها مع الأخوين رايت بسنة 1903 بأن هذه المحاولات الابتدائية ستقول جميعها إلى الفشل أو كما اقتبس من أقواله heavier than air machines are impossible to fly أي أن الماكينات التي تكون أكثر ثقل من الهواء لا يمكنها أن تضير لورد كيلذن تعثر مرة أخرى في نهاية مساره المهني عندما ادعى بأن النتائج الأولية لأشعة سين ما هي إلا خدعة لكنه تلاحق هذا الأمر سريعا عندما رأى الأدلة وقام باختبار الأشعة بنفسه عندما أخذ صورة اليد مستخدما أشعة X العبرة من هذه القصة هي أنه وبنهاية مساره المهني كان لورد كيلذن قد جمع كل الرتب التي يتمنى أي عالم أن يحصل عليها وكان يملك السلطة العليا للفصل بين الأمور المختلف عليها كخبير عالمي وهذا جعله يعتقد بأن له الحق أن يبتي ويدلي بدلوه في كل مجال آخر بعيد عن مجاله وهذا تسبب في وقوعه ولمرات عديدة بالأخطاء الفادحة ومثال آخر لعلماء بالتاريخ من الذين تعثروا بالمسار العلمي هو سنر إسحق نيوتن عالم القرن السابع السابع عشر فنيوتن صدرت عنه نشاطات كثيرة في مجال أو دراسات كثيرة في مجال الشيمياء أي تحويل المادة إلى أي مادة أساسية إلى ذهب الذي يعتبر اليوم المزيد إسحق نيوتن كان لورد كالبين زمانه أو ربما أكثر من ذلك فلقد كان جالسا على قمة الهرم العلمي العملي في مجتمعه وطبعا لا يختلف أثنان على عبقرية نيوتن وتقدمه الفكري في علم الفيزياء وبالأخص ما يتعلق بعلوم الميكانيكا الذي عمل بها نقلة نوعية كبيرة في فهمنا لعلم الفيزياء ولفهمنا لعلم الميكانيكا بذاق الزمن لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن نيوتن كان أيضا مهتم جدا بالشيمياء بقدر اهتمامه بالفيزياء أو يمكن أكثر في الواقع كتب نيوتن في مجال الشيمياء أوراق علمية أكثر بكثير من كتاباته بأي مجال آخر فالشيمياء لم تكن مجرد نزو عابر الميوتن وهو قضى أغلب وقته في البحث الشيميائي دون أن يحصل على أي نتائج ملموسة وبالنسبة للميوتن الشيمياء كان يحتل المركز الأول في اعتقاده عن كيفية عمل الكون بنفس موقع الرياضيات والفيزياء وكما كتب أف إيمانيويل وهو أحد كتاب السيرة الذاتية لنيوتن كلما تم عنا أكثر بكل الكتابات التي أنتجها نيوتن ونشاطاته في الأمور اللاهوتية والشيميائية ونشاطاته في كتابة التسلسل التاريخ الزمني والميثولوجيا أو علم الأساطير جنبا إلى جنب لكتاباته بالعلوم كلما تبين لنا أكثر بأنه وفي قمة عظمته كان يرى نيوتن نفسه كآخر مفسر عملي لإرادة الله في الكون ما يريد أن يقوله كاتب السيرة هو أن نيوتن اعتقد بأنه كان يكشف الغطاء عن دماغ الله ليكتشف الخطة الإلهية الشاملة لبناء الكون أو كيفية عمل كل شيء أي كان هو يد الله بالأرض وأن أحد أجزاء هذا التصميم بالخطة الإلهية الشاملة كان مبني على علم الشيمياء فالشيمياء بالنسبة له كان يحتل جزء من الصورة الكبرى لهذا المخطط الإلهي تماما كما كانت الفيزياء هناك ظاهرة أخرى نسميها ساخرين أحيانا بتأثير أو متلازمة جائزة نوبل وهي بالعموم تعني نفس الشيء أي أن الباحثون الذين يحصلون على المراتب والجوائز العليا للإبداع وخصوصا تلك المتمثلة بجوائز نوبل غالبا ما ينظر ينظر إليهم العامة أوتوماتيكيا كسلطة علمية كبرى لاينوس بولينغ على سبيل المثال هو العالم الوحيد الذي كسب جائزة نوبل بمفرده أي لم يشاركه أحد فيها مرتين مدام كوري أيضا كسبت جائزة نوبل مرتين لكنها اشتركت بالجائزة الأولى مع زوجه وكذلك أيضا من كسب أكثر من جائزة لكنهم شاركوها مع آخرين القيمة الرمزية لجائزة نوبل كبيرة جدا لدرجة أنها تعتبر الختم التصديقي الأعلى لأي خبير في صميم مهنته العلمية وليس في كل شيء لكن ذلك لم يوقف بولينغ لم يوقف بولينغ من تبني أفكار لعلوم مزيفة في نهاية مساره المهني فبولينغ ادعى بأن كمية كبيرة من الجرعات أو الميجا دوسز من فيتامين سي بمقدار ألف ميلي جرام أو أكثر باليوم ممكن أن يعالج أو يمنع نزلات البرد العادية وبعد ذلك مدد هذا الادعاء ليشمل العلاج لمرض الإنفلونزا وأمراض خطيرة أخرى من مثل فعالية هذا البيتامين في الشفاء من مرض السرطان كما أبتد بأن الجرعات الكبيرة من فيتامين سي وبصورة عامة من شأنها أن تساعد على الحطاط على صحة البدن كل هذه الادعاءات لم تعتمد على أي بحوث علمية أما البحوث اللاحقة التي تمت من قبل الآخرين بهذا المجال فجميعها بينت أن الفكرة برمتها خاطئة لكن ذلك طبعا لم يؤثر على الفكر الجمعي للعامة والذي كان قد تكون بسبب مقام هذا العالم العالي بالمجتمع العلمي واليوم يرى الكثيرين من العلماء بأن شرف شهرة وشعبية البيتامين سي تغذاء تكميلي يرجع إلى بولينغ بولينغ ارتكب أخطاء جسيمة ما كان لمن هو بمستوها العلمي أن يقع بها فهو كان باحث ناجح جدا بالعلوم الأساسية للبناء الحيوي والخبرة التي طورها كان في اكتشاف كيفية عمل الكثل الأساسية بالبناء الحيوي للأحياء لكنه لم يكن عالم أو باحث كليميكي أي أنه لم يقم أبدا بأي بحوث لإثبات ادعاءاته بإيجاد التأثير الكلينيكي الكل على مسار الصحة عند أخذ بيتامين سي وعليه فهو ليس خبير بصورة تعطيه الصلاحية بأن يقدم هكذا مزاعم غير مختبرة عن بيتامين سي لكن ولأنه متسلح بجائزتين نوبل وله تأثير على القوانين التنظيمية الصحية المتعلقة بالدواء والغذاء وتأثير أشد على العامة فهو نجح بنشر ادعاءاته على الرغم من خطأها والآن بعد ثلاثين عاما نحن نعلم من الأبحاث المتتالية على الموضوع بأن ادعاءاته كانت غير معقولة وغير صحيحة الخبراء أيضا يغلب عليهم سوء السمعة في كونهم معرضين كثيرا للخطأ وخصوصا عندما يتم استشاراتهم في عمل التنبؤات المستقبلية في كتابه Future Babel أو Babel المستقبل قام المؤلف دان غاردنر بتقديم عرض يبين فيه مدى سوء سمعة الخبراء في عمل التنبؤات المستقبلية حتى في حدود المجال الضيق لخبرته وقام مؤلف الكتاب بشرح ما يميز الخبير الذي يعطي التنبؤ الأفضل من الذي يعطي التنبؤ الأسوأ وكيفية تعامل كل منهما مع المعلومة الخبير الأكثر جودة بعمل التنبؤات المستقبلية يميل إلى الحذر الشديد وعدم الثقة الزائدة بتنبؤاته واضعا بعين الاعتبار الكثير من العوامل التي ممكن أن تتدخل في مسير العملية وتكون مؤثرة بالمعلومات التي ستنتج مستقبلا وكذلك يعير اهتماما شديد للإجماع العام بين الخبراء في نفس مجاله أما الخبير الذي ليس بنفس الجودة في عمل التنبؤات المستقبلية فهو يميل إلى التصرف وكأنه جورو أي المعلم الذي يأتيه العلم بالفطرة فيطبق نظامه السحري الخاص أو قانونه الذهبي لتفسير أي نظام معقد وبكل ثقة بالنفس وهذا يجعلنا نستنتج بأنه توجد علاقة عكسية بين مدى زيادة الثقة الفردية بالنفس وصحة المعلومة بصورة عامة عندما يكون الأمر متعلق بالتنبؤ المستقبلي لنظام معقد فحتى الخبراء بالمجال نفسه لا فائدة يرجى منهم وتنبؤاتهم إن صحة تكون أفضل بقليل من المصادفة لكن ذلك لا يمنع العامة وبصورة تقليدية من الطلب من الخبراء بتقديم التنبؤات المستقبلية والأدل على مدى نجاحهم بالتنبؤ أم لا يكشف لنا عن طبيعة هذه الخبرة فالذين يكونون أكثر تواضعاً ويتبنون الرأي الذي عليه إجماع عام للباحثين بمجالهم والذين يملون إلى الحذر بصورة أكبر عند عمل التنبؤات هم من كانت تنبؤاتهم أفضل أما من يفترض الافتراضات بكل تكبر وفوقية ويدعي بأن منهج أو حل واحد فقط بإمكانه أن يطبق مراراً وتكراراً لمساحة واسعة من المسائل العلمية فكانت نتائجهم التنبؤية أسوأ بكثير من زملائهم وغالباً يكون احتمال تحقيق النبوءة لديهم ليس أفضل من ضربة حظ عموماً التنبؤ المستقبلي بذاته مسألة عويصة جداً ومن يتم تسميتهم بالمنظرين في العلوم لديهم شعبية كبيرة فقد يخدم عملهم في التهيئة والاستعداد للتكنولوجيا المستقبلية لكن السجل التاريخي التتابعي لهؤلاء المنظرين سيء بصورة مشينة وخصوصاً عند التنبؤ لما سيحدث بعد خمسين سنة من الآن فكما قال ستيفن بينكر البروفيسور في جامعة هارفورد تلك دعوة لكي تبين أنك غبي لأن ما ستقوم به لن يختلط عن تنبؤات دوم سيتيز أي بناء المدن الواقعة تحت القبب لعمل السيطرة مثلاً على أجوائها وكأختراع المكانس الكهربائية التي تعمل بالطاقة النووية والتي تم التنبؤ بها قبل خمسين سنة وهو بالواقع محق في ذلك فمحاولة استقراء شيء معقد كتعقيدات التطور وتعقيدات التكنولوجيا لأكثر من مدة عشر سنوات يوقعنا بالخطأ الجسيد فقد نكون قادرين أن نصرح بصورة عامة عن ما هو محتمل أن يحصل بالمستقبل لكن التنبؤات التفصيلية تدل سجلاتها التاريخية بعدم صحتها بل وتدعو أحياناً للسخرية ورجوعاً للخبراء زائدية الثقة بأنفسهم فهذه حالات تعرف اليوم بالأوساط التخصصية باسم دانين كروغر إفكت وهذه حالة سميت باسم عالمي النفس واحد منهم دانين والثاني كروغر الذين قاموا بعام 1999 بتفسير ظاهرة الثقة الزائدة بالنفس عندما يكون الأشخاص بصورة عامة غير مدركين بأنهم ناقصي الكفاءة وكيف أن نفس السقطة الإدراكية التي تجعل هؤلاء ناقصي الكفاءة هي ذاتها التي تجعلهم غير قادرين على رؤية أنهم كذلك وهذا يقودنا إلى ما يعرف بصورة غير رسمية باسم التكبر النابع من الجهل أو أنا أسميها شخصيا عن طزية الجهل فالخبير الحقيقي يقدر الحقوق الحقيقية لمعرفته وحدود المنظومة المعرفية بذاتها فعلى سبيل المثال هو يدرك بأن العلم ممكن أن يعطينا بعض المعرفة بكل زمن ما بكل زمن وآخر وأن الموضوع لا دخله بالكفاءة أو عدمها لكنه بكل مكان وكل مجال يحتاج الخبير إلى أن يكون متواضع بصورة كبيرة وأن تكون تخميناته أكثر واقعية وأقرب لمجاله ومستواه في درجات الخبرة فالخبرة ليست إما أبيض أو أسود فنح لا نريد أن نقع في مغالطة التنائية الخاطئة أو false dichotomy بإقرار من هو الخبير ومن هو غير الخبير فهناك طيف كامل للخبرة ممتد من المعرفة البسيطة بالشيء إلى المعرفة الكبيرة بالشيء إلى الخبير العالمي لموضوع معين فعندما يتعلق الأمر بالمسائل العلمية يقول المؤلف بأنه أيضا يعتقد بأنه يوجد نوعين من الخبرات المترابطة ببعضها البعض لكن لكل منها ميزتها الفردية البارزة أحدها الخبرة في العلوم التخصصية والآخر هو الخبرة في التفكير النقدي كما شرحنا في المحاضرات السابقة فمن يمتلك آليات للتفكير النقدي لكن تنقصه للمعرفة العلمية فسيظل يجد صعوبة في المسائل العلمية فالمعرفة التخصصية العميقة بالعلوم لا زالت مهمة في تشكيل آراء سليمة عن المسائل العلمية فعلى سبيل المثال فحتى الصحفي الممتاز بالشؤون العلمية الذي لديه مهارات جيدة في التفكير النقدي ومهارات التحر الممتازة لعمله كصحفي هو أيضا معرض للخطأ أو للوصول إلى نتائج غير ملائمة عن مسألة علمية معقدة وذلك ببساطة لأنهم ليسوا علماء ولا يملكون الخبرات الكافية في ذاك المجال وليس لديهم الخلفية التخصصية ليضعوا ما جمعوه من أخبار علمية في سياقها الصحيح وكذلك المعرفة العلمية بذاتها قد لا تكون كافية بدون مهارات التفكير النقدي ففي المحاضرة الخاصة بالتخبط العلمي قمنا بالتطبق لسقطات الكثيرين من العلماء بسبب عدم تسلحهم بآليات التفكير النقدي لكي يتأكدوا من ادعاءاتهم وهذا قادهم إلى ارتكاب أخطاء بالتفكير النقدي والذي كانت نتائجه صفضات فادحة وحتى نتفادى هذه النوعية من الأخطاء فنحن نحتاج إلى الأثنين المعرفة العلمية وآليات التفكير النقدي مثال آخر نجده في أحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل هو لوك مونتيه لوك هو باحث فرنسي حصل على جائزة نوبل لأبحاثه في HIV اللي هو الفيروس الأيدس أو Human Immunodeficiency Virus المسبب لمرض الأيدس لكن في مرحلة لاحقة من مساره المهني انحاز عن مساره العلمي عندما صار يدعم الهوميوباثي أو العلاج البديل كما جرت العادة على تسميته وكانت فكرته هي أن الماء بذاته ممكن أن يحتوي على معلومات معقدة مخزونة فيه كمركب وأنه بإمكانه أن ينقل تأثير العلاج الطبي من جسم لآخر بهذه الطريقة في نقل المعلومات يعني هوكس بوكس هذا طبعا يناقب جبال من الأوراق العلمية وهي ادعاءات غير مقبولة بتاتا من قبل المجتمع العلمي والأدلة الإكلينيكية تراكمت على أن الهوميوباثي أو العلاجات البديلة علاجات غير فعالية لكن طبعا مونتانيير استمر في دعم هذه الادعاءات على الرغم من حقيقة أن البحث بها كان على هامش العلم ومنحرفا بعيدا عن الخبرة بمجاله فقد كان ما ادعاه يتطلب معرفة جيدة بالفيزياء وليس فقط في علم الفيروسات الذي هو تخصصه لكن جائزة النوبل أعطاه غطاء من الصلاحية للإدعاء بأمر هو ليس خبير حقيقي فيه وليس لديه الكفاءة بأن يدلي ذلوه العلمي فيه لكن أحيانا يعتقد العلماء بأن معرفتهم العلمية كافية أو تامة وهذا ما يجعلهم عرضة للخداع بصورة أسهل كما يقول ستيفن نوفيلا وذلك لأن ثقتهم بقدراتهم الشخصية تفوق الحد الذي يجعلهم أكثر حذر من أن يقعوا بالخديعة ويقول نوفيلا بأن الكثيرين من أصدقاؤه الذين يعملون كسحرة أو بحرفة السحر الاستعراضي قالوا له أنهم يفضلون أن يكون مشاهديهم من العلماء وذلك لأن هذه الفئة هي أسهل الفئات لخداعها من بين المشاهدين ومثالا مشهور على ذلك هو مشروع ألفا أو بروجيكت ألفا الذي قام به فريق بحثي من جامعة واشنطن لكشف حقيقة ما يزعمه الباب من امتلاك القدرات الذهنية الخارقة كالقدرة على رؤية الغيظ ومعرفة الطالع واستحضار الأرواح يعني وغيرها من التي يزعمها بعض الناس فقام الساحر الشهير جيمز راندي بإنكروديبول راندي بعرض خدماته الاستشارية لهم كخبير بالخدع السحرية ونبههم كباحثين ألا ينخدعوا وهم يصممون مناهج اختباراتهم في موضوع الاحتمال بوجود هذه القوة الذهنية الخارقة أو عدمها لكن الفريق الأكاديمي لم يقبل عرض راندي لتقديم هذه الاستشارات قائلين أنهم لا حاجة لهم إلح ساحر فهم كعلماء لديهم الخبرات المطلوبة لكي يقوموا بعمل دراسات علمية مناسبة ولا يمكن أن يخلع ولكي يقدم جيمز راندي درساً لهؤلاء الأكاديميين في ضرورة وجود من لديهم الخبرة التخصصية بنفس المجال لكي يقوموا بكشف خدع زملاء المهنة وفي هذه الحالة طبعاً هم يستخدمون الحيل ليبينوا أنهم يمتلكون القدرات الذهنية الخارقة قام الساحر راندي بإرسال شخصين مراهقين لكي يتم استخدامهما مع آخرين بالتجربة دون معرفة الطريق الباحث بذلك هذين الشابين؟ ستيف شاو والذي كان بالثامنة عشرة من عمره وقتها ومايك إدوارد الذي كان بالسبع عشرة لم يكون وقتها لم يكون ساحرين مدربين في ذاك الوقت هذا مع العلم بأن ستيف شاو كمل بعد ذلك مشواره ليصبح شاحت ساحراً مشهوراً باسم الشهرة باناتشك لكن وقتها كانت لدى الشابين بعض آليات الخدع الأساسية التي أكد عليها راندي لتكون كافية لكي يقوموا بعمل خدع الـ ESP وهذا ما يسمى اللي هو القدرات الخارقة بصورة متقنة تطلع على الفريق الباحث وهذا ما حصل أي بالنهاية تمكن هذين الشابين من خدع الباحثين بصورة مذهلة مع أنهما استخدموا خدع جداً بسيطة كانت معظمها خدع معروفة لدى السحرة يستخدم فيها جدليات من أجل يعني من آدهوف أو من أجل هذا الغرض والخدع الانتهازية الأخرى التي يقوم فيها عادة السحرة كلما تطلب الوضع ذلك الباحثون هنا طبعاً أخطأوا بالثقة الزائدة بآلياتهم في البحث وهم لم يكونوا مستعدين لهذا الخداع المقصود ولذا فهم أكلوا الطعم لأنهم لم يمتلكوا الخبرة بهذه الصنعة البشر لديهم انحيازات وهشاشة وسقطات ومع كون معارفهم غير كاملة ألا أنهم يميلون للمبالغة في تقدير هذه المعارف أو القدرات طيب ماذا عن منقضى سنوات من حياته لكي يتقن حرفة خصصية ألا يعتبر هذا الشخص مرجع للتصل بين الأمور بمجال تخصصي ما نعم مثل هذا الخبير يستحق على الأقل أن نأخذ رأيه على محمل الجن لكن لا يوجد ضمان أن يكون رأيه دائماً صار فالرأي الفردي يكون دائماً هش وهذه الهشاشة هي سبب ارتفاع مؤشر الاحتمال بأن يكون الإجماع بالرأي أكثر مصداقية من الرأي الفردي فالإنحيازات الفردية ممكن أن يزال أثرها بالموازنة بين الآراء الفردية عندما نتكلم عن المجموعة والفجوات المعرفية وعدم المعرفة من قبل بعض الأفراد بالمجموعة يعوض عنها من قبل آخرين والناتج النهائي هو أننا نحصل على ما يسمى أحياناً بحكمة الجموع وفي حالة العلوم التخصصية هو حكمة جموع الخبراء وحتى الاختلافات بالتفاصيل العلمية هي الأخرى تحل بعضها البعض مع مرور الزمن وذلك لأنه كلما قد قدمت بحوث وجدت بها الأدلة الأفضل لأحد الآراء كلما زاد سهم هذا الرأي وماتت الأفكار الأخرى التي تخالفه أي بالأساس الإجماعي يكون مستند على أرضية صلبة لكن ذلك لا يمنع البعض من نقد الرأي الجماعي أو الإجماع العلمي وتقديم الأدلة على أن الإجماع العلمي غير فعال وعادة ما تكون حججهم على ذلك ضعيفة أو تسرت قصص خارج سياقها الفعلي وهذا مثال على أحد هذه الجدليات التي عادة ما يلجأ إليها دعاة رفض الإجماع العلمي فهؤلاء يسيقون هذا المثال على تخبط المجتمع العلمي بقولهم بأنه منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي قام الباحثون باقتراح فكرة بأن البكتيريا H. pylori هو السبب في الإصابة بالقرحة المعدية وليس كما كان الإجماع العلمي للخبراء يقول بأن قرحة المعدة سببها التوتر أو الإشهاد العصبي الذي يقود إلى إفراز الكثير من العصارة الحمضية في المعدة وغالبا يتم سرد هذه القصة كمثال على مقاومة المجتمع العلمي لأي فكرة جديدة فيقولون بأن هذه الفكرة استمرت بالجدلية العقيمة لمدة 20 عاماً قبل أن يتم أخيراً القبول بها أي أن يتم الرضوخ بأن H. pylori يسبب القرحة وليس التوتر وبمراجعة بسيطة لحيثيات القصة وأوراقها الرسمية سيجد الباحث قصة مختلفة تماماً في الواقع الكثير من الأبحاث في الـ H. pylori كانت قد بدأت مباشرةً بعد تقديم الاختراح لهذه الفكرة الجديدة من قبل بعض الباحثين وكانت الأبحاث الأولية مشجعة جداً للفكرة ولذلك فقد قام باحثون آخرون بالاهتمام بالموضوع أكثر وبعمل دراسات أعمق للتأكد من مدى صحته وهكذا ازدادت الأوراق العلمية المنشورة كل سنة بصورة دراماتيكية حتى تكونت عتبة من الأدلة التي كانت نتائجها الأخيرة هو التغيير في الرأي الجمعي العلمي مدعناً لهذه الأدلة الحديثة ومع ذلك فالآن صار الإجماع العلمي يدعم كون H. pylori سبب مهم في الإصابة لقرحة المعدة وليس سبب الوحيد لكن مع ذلك لا يعني هذا بأن الإجماع العلمي هو دائماً صائب بل هو غالباً ما يكون غير صحيح ومتغير مع الزمن طالما هناك أدلة علمية جديدة تظهر بالأفق لكننا نتحدث عن مدى احتمال أن يكون الرأي الذي عليه إجماع من المختصين هو الأصح فالعلوم برمتها لا تتعامل بالحقاء المطلقة بل مع احتمال أن يكون الشيء صحيحاً أم لا ودرجة هذا الاحتمال بأن يكون الإجماع صحيحاً هو أعلى من احتمال كون الرأي الفردي صحيح فأن كنت معارض للإجماع العلمي بمسألة ما فعليك على الأقل أن تتسلح بأسباب وأدلة دامغة على خطأ الرأي السائد وصحة ما يعارضه لكن لا تستطيع أن ترفضه لأنه فقط لا يعجبك أو بدون أن يكون لديك سبب مقنع لكن ليس من السهل دائماً أن نعرف ما هو الإجماع العلمي على موضوع فاختلاف التخصصات العلمية والتي تنظر لنفس الموضوع من زوايا مختلفة قد تجد بها الأراء الكثيرة المختلفة عن بعضها البعض فعلى سبيل المثال يقول علماء الجيولوجيا وباقتناع عام بأن كويكب واحد قام بإبادة الديناصورات 65.5 مليون سنة ماضية عندما اصطدم بكوكب الأرض وهذه هي الفكرة التي سادت على الفكر الجمعي للعامة في وسائل الإعلام لكن الكثيرين من علماء الحفريات ليسوا مقتنعين بهذه الفكرة فصحيح أنه كان هناك اصطدام الكويكب مع الأرض بذاك الوقت لكن بالاستدلال بالأدلة الأحفورية يقول علماء الحفريات بأن الديناصورات أخذت فترة أفول من تلك الفترة للإنقراض فلعل اصطدام الكويكب مع الأرض كان رصاصة الرحمة الأخيرة في الإبادة الجماعية لها وذلك لأنه كان يوجد عوامل أخرى قد تكون ساعدت في إنقراض الديناصورات التدريجي بذاك الوقت أو على الأقل ساعدت بقوة في الإبادة الجماعية التي حصلت بذاك الوقت وكما نرى هناك بصورة ما رأيين مختلفين لنفس الموضوع من قبل فريقين علميين بمجالين مختلفين لكل منهما أجماع حسب التخصص الأجماع من قبل علماء الأحافير والأجماع العلمي للجيولوجيين فأي رأي سنختار هذا يعتمد على أي تخصص تلجأ له للحصول على الإجابات التي تريدها كما يعتقد نوبلة لكنه لن يؤثر بصورة عامة في حياتك اليومية بالنهاية لكن ماذا عن موضوع طال الجدال حوله من مثل ظاهر التغيير المناخي فهذا الموضوع يكاد يكون الأكثر جدلا اليوم عندما نتحدث عن الإجماع العلمي فاللجنة العالمية الخاصة بالتغيير المناخي IPCC أو International Panel on Climate Change والتي تمثل الإجماع العلمي بين علماء المناخ على مستوى العالم أقرت بوجود هذا التغيير المناخي وقدمت إجماع علمي قوي على أن الأرض تزداد حرارة وأن زيادة الكربون سببه هو التدخل البشري أو Anthropogenic causes عامل مهم في هذه الزيادة بالحرارة لكن البعض قام بنقط هذا الرأي متهم إياه بالإنحياز السياسي منهم مجموعة من العلماء الأقلية من الذين يختلفون مع هذا الرأي السائد ومنهم جهات سياسية تبنت فكرة العلماء الأقلية المختلفين وقدمت اعتراضاتها في هذه المسألة بقوة وحتى تحدث بوجود أي إجماع بين العلماء في عام 2011 قام أحد المعارضين للإجماع العلمي على موضوع التغيير المناخي وهو البروفيسور ريتشارد مولر الفيزيائي في جامعة كاليفورنيا ببركلي بعمل دراسة باسم بيركلي Earth Surface Temperature Study تقدرون بعدين تشوفونا تعملون لجوجل وذلك لكي يعيد الدراسة التي قامت بها ناسا وغيرها سابقا للحصول على البيانات الحرارية التي تمت عليها هذه الاستنتاجات التي تم الرأي الإجماعي عليها فمولر كان متشكل وكان رأي يميل إلى رأي الأقلية من العلماء المعارضين للرأي السائد وكان يعتقد بأن التحليلات السابقة كانت جميعها رديئة ولم يقبل بالاستنتاج الذي خرجت به الأغلبية من العلماء بأن كوكب الأرض في حالة تزايد حراري فقام هو وفريق يعمل للبحث عن أي شيء يثبت عدم صحة هذه الاستنتاجات من خلال عمل تحليلاته الخاصة على كل البيانات المتوفرة لديه فقام الفريق بتصميم وسائلهم الأحصائية الخاصة وطبقوها على البيانات وصححوا القديمة وصححوا بعضها وكذلك رجعوا لكل البيانات الأخرى المتوفرة من التي لم تأخذها الدراسات السابقة في عين الاعتبار وحللوها وأضافوها للدراسة وكذلك قدموا بياناتهم وتحليلاتهم بكل شفاقية وذلك بنسر جميعها على الانترنت أول بأول لكي يكون في متناول الجميع ويترك بعد ذلك للمتابعين خيار القرار إن كان بيوسعهم ذلك في أن يتقبلوا التحليلات الجديدة أم يتركوها وبالنهاية توصلوا إلى نتيجة أن الأرض بالفعل في تزايد حراري بمقدار 9 من 10 درجة مئوية على مر الخمسين سنة الماضية وأكثر من ذلك فخريطتهم الحرارية كادت تطابق خريطة الحرارية الأقدم المقدمة من ناسا وبقية الجهات البحثية في تحليلاتهم التحليلات المتطابقة لم ينتهي دورها عند الاستنتاج بأن الأرض بالفعل في تزايد حراري بل هي أيضا أكدت التحليلات السابقة وأعطتها الشرعية دون أن تقصل فهذه كانت نفس التحليلات التي تعرضت لنقم شديد من قبل المخالفون السابقون وبالنهاية غير مولر رأيه وتقبل حقيقة كون كوكب الأرض في تزايد حراري وهذا مثال ممتاز عن الطريقة التي يجب أن يكون عليها النهج العلمي فالاختلاف بالرأي في هذه القصة تم حله وذلك بعمل تحليلات جديدة أخرى والحصول على بيانات جديدة لمقارنتها بالبيانات القديمة وفي النهاية فالبيانات الناتجة هي سيد الموقف أو سيدة الموقف وهي التي بدلت رأي مولر ويقول نوفيلا بأنه من المفروض أن يشكر مولر على ما فعل فهو أعاد عمل دراسات تحليلية بتفاصيل إضافية وبالنهاية خدم عمله الإجماع العلمي بهذه المسألة وأضاف لبنائها لبنة جديدة والنتيجة هي أن الإجماع على نظرية الاحتباس الحراري أو التسخين العالمي ازداد قوة بعد دراسات مولر لكن لا يبدو أن هذا الحدث كان كافيا لإنهاء الجدل السياسي أو الجدليات السياسية التي تحيط بهذا الموضوع وبالكثير من أنواع الإدعاءات الكثيرة عن التغيير المناخي أعمل جوجل بس من نفسك وشوف الكمية المهولة من الاختلاقات بالرأي والإدعاءات لكن عموما ما نستنتج مما مضى هو أن الإجماع العلمي يعتبر عامل مهم وعلينا أن نأخذه بعين الاعتبار إذا أردنا تقييم أي إدعاء وأن الإجماع المتين يجب أن يكون مبني على الأدلة التي يتم تحدي بعضها البعض من خلال البحوث المتتالية ولذا فهي أكثر مصداقية من أي بحوث فردية لكن هذا لا يعني أنها دائما محقة بوجه الأطلاق وكما بيّنت لنا قصة مولر بأن البيانات ممكن أن تنحاس قليلا عن الواقع ولذا فمن الأهمية بمكان أن تعاد الدراسة لتظهر معلومات جديدة وطرق جديدة لعمل تحليلات جديدة ولتقديم تفسير جديد لهذه البيانات أو حتى تظهر أفكار جديدة أما الإجماع فهو ممكن أن يتغير ببطء ومن ثم ينقلب على عقبي إن وجدت أدلة دامغة تغير رأي الأغلبية مع أن ذلك صعب حسب رأي النوفلة فهناك بعض الآراء في المسائل العلمية التي ظلت معنا لسنوات عديدة وبها جبال من الأدلة المتراكمة بحيث لا يبدو وكأن الإجماع الحالي على هذه الآراء ستتغير أبداً فمثلاً لا يمكن عدم اعتبار دي ان اي مركب الوراثة مثلاً وعلي فمع أنه يبدو منطقياً أن نحترم الرأي العلمي الجمعي المبني على جبال من الأدلة والأوراق العلمية لكن يجب أيضاً أن لا ننسى بأن هناك أيضاً دور للمخالفين للرأي السائد فالعلم بصورة عامة لا يتعامل مع المطلق أو لا يوجد به ضمان بأن يكون الرأي الجمعي صحيح دائماً وبالمطلق الهدف هو فهم بأن الاحتمال بأن يكون الرأي الجمعي هو الصحيح وأكبر من أن يكون الرأي المخالف الفردي هو الصحيح وبنفس الوقت لا بد من أن نقيم الآراء الفردية وننتظر منها أدلة جديدة وتحليلات جديدة وأفكار جديدة أما لدحض الآراء الجمعية السائدة أو لتأكيدها بالمنهج العلمي الصحيح الحلقة الجاية حلقة 24 طبعاً هذه كانت حلقة القبل الأخيرة الحلقة الجاية ستكون الأخيرة الحلقة 24 وسنتكلم بها عن التفكير النقدي والعلم في حياتك